هذا وتحرص مملكة البحرين على مواصلة جهودها الحثيثة تعزيزاً لمنظومة العمل الشاملة المعنية بحقوق الإنسان بمشاركة مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن وقد أثبتت البحرين من خلال العديد من المؤشرات ريادتها في تكريس حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي تتوالي الإنجازات التي تحققها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان والتي تأتي تجسيداً للرؤية الملكية السامية من لدن جلالة ملك البلاد المعظم وبدعم وتوجيهات من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز حقوق الإنسان واحترام الحريات وضمان المساواة وتوفير سبل الإنصاف والعدالة المملكة أثبتت ريادتها في هذا الجانب وحازت مراتب متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي في العديد من المؤشرات ومن بينها تبوء البحرين وللعام السادس على التوهلي مركزاً ريادياً ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وما محافظة المملكة على هذا التقييم الدولي وانفرادها بذلك المركز المتقدم على مدار ست سنوات إلا دليل على استمرار نجاح جهودها في مكافحة الاتجار بالأشخاص واستفائها كل المقومات اللازمة لمكافحة تلك النوعية من الجرائم من خلال منظومة تشريعية ومؤسسية متكاملة وضمن استراتيجية شاملة قائمة على أسس احترام الإنسان وضمان حقوقه في ظل دولة المؤسسات والقانون تقوم العديد من الجهات بعدوار مهمة لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتحقيق الأهداف في الحد من مظاهرها في المجالات كافة مشاريع وبرامج ومبادرات عديدة تؤكد حرص مملكة البحرين على الارتقاء الدائم للمنظومة الحقوقية تشريعيا ورقابيا وممارسة باعتبارها ركيزة أساسية ومن الثوابت الوطنية الراسخة